هايز اقولك على حاجة احنا عندنا يعني لازم نتكلم بوضوح انه وقتها الدولة المصرية كان عندها توجه كبير جدا جدا لدعم الفن والثقافة والكتابة يعني كانوا خارجين من عصر تنويري احنا كنا دولة محتلة وكان لازم نكمل التنوير ده من خلال بشكل وطني اكتر فيطلع الالف كتاب الاولى والالف كتاب التانية ومشروع الترجمة ده من ناحية من ناحية تانية تطلع مؤسسة السينما اللي هي عاملة حوالي 22-23% من ذخيرة السينما اللي هي افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصري اوكي دي مؤسسة السينما الوحدة واللي عملت برضو طرفيه واللي كسبت فلوس واللي عملت سينمات وجددتها وسينمات كان بتبقى بالالف ومتين والالف وخمسمائة كرسي وكان جزء وكان يعني المسرح التلفزيون وكل الجيل ده كان بيشتغل حتى مثلا ما بيشتغلوا يعني مظهر واخرين ما كانش بيشتغلوا على نفسهم بس لأ ده طول الوقت كان بيطلع ناس معاه يعني هو مين اللي مطلع صلاحة الفقار يوسف السباعي ومزهر ومش عز الدين ذو الفقار بالنسبة يعني تاريخيا مش اخوه مش اللي عز الدين ولا محمد الفقار اللي مطلع صلاحة الفقار مزهر ويوسف السباعي يعني تقعد تقول في ده كتير انه فعليا هناك توجه قام لدعم الفن احنا دلوقتي مثلا عندنا توجه بقدر ما في فيلم من خلال فيلم الممر اللي كلنا حتى لو عندنا ملاحظات عليه بس ده فيلم مهم وده توجه بقى توجه دولة بقى لدعم الفن فتعالوا نكمل يعني نقول ان الدولة المصرية الان تدعم الفن بشكل قوي ومهم ان نكمل في ده مهم ان احنا نعرف تاريخنا ومهم ان احنا نعرف بطولاتنا وخصوصا ان احنا عندنا لو قعدنا نتكلم على بطولات بطولات بس مش هنجيب نماذج انسانية لو هتكلم معنا عن بطولات الجيش المصري من 48 لحد 73 هتتكلم لا انت فيه افراد يتعامل عنهم افلام يعني فيلم الممر وبتكلم عن بطولات الجيش في حرب الاستنزاف يعني حرب اكتوبر مليئة بالبطولات ومليئة بالقصص لا ده انت حرب الاستنزاف لوحدها اللي انت بتتدرس في اكبر المعاهد العسكرية في العالم تمام حرب اكتوبر اللحمة مقابل الحديد ده ده المصطلح اللي تقال عليه انه فيه المشاء صمدوا 8 ساعات على ما بدأت الكباري تتعامل مشاء صمدوا امام قوات مدرعة ومشاء ميكانيكي وادروا يسمودوا لوحدهم الجندي المصري اللي كان بيشيل مدفع المضاد للدبابة ويطلع اللي وزنه 120 كيلو ويطلع به الساتر الترابي لا ده ده موضوع انت عندك فيلم الممر فيلم مهم ومهم بقى ان احنا لما نربط بقى نربط ما كان يحدث من دعم للسينما من خلال زباط الجيش في وقت الخمسينات والستينيات ودلوقت اهو الدولة المصرية بتدعم الفن ولازم نحيي ده ده صحيح فعليا احنا بنعمل حاجة حلوة مهما اختلفنا عليها لكن في جزء من الرسالة مهم انه يحصل نعرف عدونا ونعرف قوتنا ونعرف تاريخنا فيه ناس متخيلة انه خط برليف هو الساتر الترابي اللي عملنا بالخراطيم فعليا فيه اجيال مش عارفة صحيح